اشتركوا في القناة والتلقي يحدد كوفيد-19 عملية جماعية في يومها الرابع كيف تنضي وبأي إقاع مخاوف ما قبل الجرع الأولى بددتها صورة جلالة الملك محمد السادس وهو يتلقى الحقن الأولى قبل كل المغاربة وإقبال المغاربة في نبض المجتمع مع سعاد زيتراو ضمن روبرتاجات ظهير أيضاً قاعات الرياضة قرار الإغلاق من عدمه يرتبط بالوضع الوبائي في كل مدينة وفي مدينة البيضاء قاعات الرياضة مغلقة إلى حين بتداعيات يتحذت عنها أصحاب القطاع من محترف لإحدى مهن السيرك إلى وجه من الوجوه المؤثرة في مواقع التواصل اللقب سوينغا الإسم مصطفى الفكاكي يقول أنا صانع محتوى والبداية كانت بأجين فهم أجين فهم جميع ونفكك بعضاً من مضامين سوينغا وسوينغا ضيف ركن الظهيرة أهلاً بكم أزيد من خمسة ألاف شخص من الفئات المستهدفة بالتطعيم في المرحلة الأولى من عملية التلقيح الجماعي نتحدث هنا عن جهة بن ملال وروبورتاج ذهيرة ينقلون إلى قرية ولاد مبارك المركز الصحي بالقرية يستقبل ولليوم الرابع كبار السن لأجل التلقيح ضد كوفيد لحسن هبان عادل بوزكري أكبر مسنة في هذا المركز الصحي القروي بجماعة ولاد مبارك نواحي مدينة بن ملال تتهيأ هنا لتلقي لقاح المضاد لوباء كورونا على مستواجهة بن ملال خنفرة تم تلقيح أزيد من خمسة آلاف شخص وتسعى وزارة الصحة إلى تطعيم الفئات المستهدفة وخصصت في سبيل تحقيق هذا الهدف أربعة وخمسين مركزاً صحياً الحمد لله لعمرها دار عاملونا بالأعداب والحيوث والخيرات من عندهم إن شاء الله السباب يديهم يكون صحة لنا عند المغرب كامل وجيت وتعارضوا لي قالوا لكارا الورقاء عطيتهم الورقاء مراكز التلقيح هذه لا يدخلها إلى من وجهت إليهم دعوات من وزارة الصحة وفق مواعيد محددة بعد تسجيلهم وهم المصنفون ضمن الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة الأولى الحمد لله تلحد الآن الحمد لله هذه الثلاثة يوم نحن بدينا تلقح كان مراحل يدوز منها أي مواطني لجنة إن شاء الله بالنسبة للدابة نحن بدينا بالنسبة للناس اللي عندهم قطر من 75 عام اللقاح هو الأمل بالنسبة للعلماء لكن مفعوله الجماعي لن يلمس قبل نحو شهرين من الآن لذلك وجب الالتزام بقواعد السلامة الصحية وينضم إلينا مباشرة لحسن هبان من مركز للتلقيح بقلب مدينة بن ملال أهلا بك لحسن هبان إذن نقلت لنا جانبا من بعض تفاصيل عملية التلقيح في إحدى القرى بأطراف بن ملال السؤال لحسن كيف يمكن الوصول إلى الأشخاص المستهدفين في المرحلة الأولى من التلقيح في النقاط الجبلية الوعرة في الجهة نعم سناء بالفعل انتقلنا من مدينة مراكش إلى مدينة بن ملال لنواكب معكم تواصل عملية التلقيح ضد وباء كورونا قبل الدخول في جواب سؤالك سناء ننقل لكم بشكل مباشر هذه اللحظة الآن من أحد المراكز هنا في وسط مدينة بن ملال العملية متواصلة كما تشاهدون بشكل مباشر تلقيح كبار السن الذين يتجاوز عمرهم 75 سنة إذن كما تشاهدون من خلال عدسة الكاميرا لعادي البوزكري العملية متواصلة هذه اللحظات إلى حدود نهاية هذا الأسبوع سنة تم تلقيح أزياد من خمسة آلاف شخص هنا في جهة بن ملال كما ذكرت سنة هذه الجهة يطغى عليها الطابع الجبالي هناك العديد من القرى النائية كما ذكرت منتشرة في هذه الجهة جهة بن ملال خنفرة ويكفي سنة نشير إلى رقم واحد كي نوضح التجهيزات اللوجيستيكية التي رصدتها الدولة لتلقيح سكان هذه القرى نتحدث هنا سنة في جهة بن ملال خنفرة عن أزيد من 900 وحدة للتلقيح متنقلة ستبدأ في التنقل إلى مختلف القرى النائية للوصول إلى الفئة المستهدفة كبار السن تحديداً الذين يتجاوز عددهم 70 ألف شخص هم المستهدفون في هذه المرحلة الأولى لتلقيحهم ضد دواباء كورونا بالإضافة سنة إلى أكثر من 21 ألف شخص من رجال الصفوف الأمامية من السلطة ومن التعليم ومن الأطور الصحية والتمريضية في هذه القرى كذلك وضمن هذه المرحلة الأولى من عملية التلقيح سنة في هذه الجهة بطبيعة الحال جهة بن ملال خنفرة إذن خمسة ألاف شخص يستفادوا من التلقيح خلال الأيام الماضية من عملية التطعيم تحدثت الحسن هوبان عن 900 وحدة متنقلة بالجهة شكراً لك على كل هذه الإضاحات كنت معنا الحسن هوبان مباشرة من مركز للتلقيح بمدينة بن ملال نتحدث وطنياً عن 10 ألاف وحدة للتلقيح 10 ألاف وحدة للتلقيح متنقلة ومحطات ثابتة يصل عددها إلى 3047 محطة ثابتة في البيضاء مثلاً تحول المركب الثقافي سيدي بليوت إلى مركز أو إلى إحدى نقاط التلقيح المركب باستقبل أمس كبار السن ممن تعذر عليهم التنقل والتنقل أمنته وحدة طبية متنقلات نق تقل من تعذرت عليهم الحركة من مقر سكناهم إلى نقطة التلقيح جليل بن فتان في روبرتاج محمد مكري بلوغهم من العمر عوتي وتدعياته على صحتهم ظروف صحية حارجة تعذر معها وصول هذه الفئة العمرية إلى مركز التلقيح للحصول على جرعة اللقاح ضد كوفيد 19 فكانت هذه الوحدة الصحية المتنقلة رهن إشارتهم للوصول بسلسة إلى المركز والاستفادة من اللقاح في مرحلتي الأولى والوجهة كانت المركب الثقافي سيدي بليوت ولأن عملية التطعيم لهذه الفئة العمرية تلزم إشرافا دقيقا من قبل الأطور الصحية التي تتابع عن كتب الملف الصحي لكل شخص وهل يتوفر على جميع الشروط قبل أخذه جرعة اللقاح هي مبادرة الهدف منها تسهيل حصول هذه الفئة الأولوية التي تبلغ من العمر 75 عاما فما فوق والذين يتعدر وصولهم إلى مراكز التلقيح من جرعة اللقاح عملية تتم بتنسيق مع السلطات المحلية والتي تتطلب بدورها التسجيل في لوائح التلقيح والحصول على موعد وقبل قليل انتقل محمد ماغري إلى المركب السجني عكشة بعين سبا عملية تطعيم أطر وموظفي المراكز السجني انطلقت على المستوى المطني الوطني في جهة الدار البيضاء استاد تضم لوحدها نحو 530 موظفا تزيد أعمارهم عن 50 سنة سيستفيدون طبعا من المرحلة الأولى للتلقيح صبيحة عملية التلقيح بالمركب السجني عكشة تابع محمد ماغري والتعليق لرحمة الحنو داخل أسوار المؤسسة السجنية لعين سبا تتواصل لليوم الرابع عملية تطعيم الموظفيين بلقاح كوفيد-19 مباشرة سريعة لعملية التلقيح باعتبار موظفية سجون ضمن فئات الصف الأول في مواجهة الجائحة بعد الانطلاق الفعليا اللي أعطاها صاحب الجلال الملك محمد السلس العملية التلقيح فالموظف المندوبية العامة وأطار المندوبية فهم كذلك نخارطوا في هذه العملية اللي كتمر في أحسن الأحوال وتنظيم جيد وإحنا كنت من نوار العملية تكون بارقة أعمال من بعد ما دلنا التلقيح نصحونا باش نبقى حسن 15 دقيقة رأي تعمل نشوفوا الأمور كديرا وداز الأمور على أحسن ما يرام 148 شخصا بالسجن المحلي لعين السباعي استفادوا من العملية التي تهم في مرحلة أولى 530 موظفا سجنيا على مستوى جهة الضار البيضاء سطات لحد الساعة استفادوا 459 بواحد نسبة للاستوى وثمانين في المئة مع العلم أن الإطرانش ضاج كتختلف من دوبيا الصحة إلى من دوبيا أخرى فكين بعد من دوبيا اعتمدوا 50 سنة فما فوق وكين بعد من دوبيا اعتمدوا 45 سنة فما فوق العملية مستمرة على صعيد جهة الضار البيضاء سطات لتشمل تدريجيا باقي الفئات العمرية من موظفي السجون عملية التلقيح تابعناها في اليوم الرابع من نقطتين من الدار البيضاء وابن ملال ومن المركب مركب السجني عوكاشا طبعا إقبال المغاربة على عملية التلقيح الجماعي موضوع يستوقف سعاد سعيد روي في نفض المجتمع ألم بك سعاد إذن نحن في اليوم الرابع من عملية التلقيح نقدرون أنه مخاوف ما قبل الجرعة الأولى تم تبديدها بشكل نهائي وأعتقد أن الصورة جلالة الملك وكين تلقح بددت هذه المخاوف سنة قبل البدء في عملية التلقيح كثراء الحديث عن اللقاح البعض شكك في فعاليته نفس التشكيك الذي طال وجود كورونا نفسها والبعض الآخر رفضه بالمطلق اليوم نحن أمام أرقام فاقد كل التوقعات 200 ألف شخص لقحوا إلى حدود اليوم 90 ألف حقنة لقاح كانت في ضرف يومين الأرقام غير محينة نحن ننتظر أرقام وزارة الصحة هذا المساء هذا المعطى يكشف عن تغيير صارخ في نظرة المغاربة للقاح اليوم نحن في سادس أيام الحملة ولا حديث عن أثار جانبية خطيرة إلى حدود اليوم وحديثنا طبعا يشمل اللقاحين أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني صورة جلالة الملك محمد السادس يوم الخميس الماضي وهو يأخذ أولى حقنات اللقاح كانت بليغة برسالة واضحة ومباشرة بعد إعطاء الانطلاق الرسمي للعملية الوطنية للتلقيح شهدت جميع المراكز المنتشرة بالمغرب إقبالا فجأة لم يعد هناك تشكيك في مصداقية وفعالية اللقاح تبددت المخاوف والألاف بل الملايين ينتظرون دورهم من أجل التطعيم عدد الإصابات والوفيات الذي أرعبنا لشهور اليوم بدأ يرحمنا من أرقامه وأعيننا باتت على العداد الذي يحصل ملاقحين وهنا لا بأس من التذكير بأننا في المرحلة الأولى من عملية التلقيح التي تستهدف خمسة ملايين شخص والأولوية طبعا للفئات المتواجدة في الخط الأمامي من تدبير الجائحة اليوم تلقح الأطر طبية ورجال التعليم وعناصر الجيش والدرك وسلطات العمومية بالإضافة إلى الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وهم الأشخاص المسنون البلغ أعمارهم فوق الخمسة وسبعين سنة سنة وقد تابعنا صورة مباشرة من مدينة بن ملال هاتري الفئة المعنية بالمرحلة الأولى طبعا كما أشرت إلى ذلك سعاد نتحدث عن المرحلة الأولى من التطعيم الجماعي كنا تابعنا ما قبل التطعيم بأدق تفاصيل وصليق أحمل وتأخذ اليوم وصلنا إلى اليوم الرابع لعملية التلقيح اليوم بدأ واضحا التفاعل الإيجابي مع الحملات التحسيسية لوزارة الصحة مع التنصيق المحكم والتعاون بين جميع الأطراف التي تشرف على الحملة الوطنية للتلقيح انطلقت العملية في أحسن الظروف وبانسيابية تامة تم تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية وتقنية هامة على مستوى جميع العملات والأقليم والتلقيح عبر نمطين قار ومتنقل الآن يعولوا على وعينا الجماعي في احترام جميع إجراءات السلامة حتى بعد أخذ الحق نتيم اللقاح الوعي الجماعي قبل المناعة الجماعية وإذا لم يكن التلقيح إجباريا فمن الإجبار الحفاظ على سلامتنا المشتركة بعد الانتهاء من حملة التلقيح التي تهم 80% من سكان المغرب فوق سن الثامن عشر الغاية المرضوة كما أشرنا قبل قليل هي تحقيق المناعة الجماعية وبها فقط تستغير ملامح المجتمع ككل وعلى رأسها الملامح الاقتصادية والاجتماعية حيث لا يخفى على أحد وقع تأثير الجائحة على الاقتصاد الوطني وباقي القطاعات الأخرى وتأثيرها علينا فردا فردا في حياتنا اليومية بتنا نعد الأيام التي سنتحدث فيها عن فيروس كورونا بضمير الغائب وأشواط كبيرة مزاركة انتظرنا سعاد للوصول إلى الحديث عن كورونا بضمير الغائب شكرا لك سعاد على كل هذه المعلومات حملة التلقيح الوطنية التي انطلقت ستتمكن أو ستمكننا من تجاوز الوضع السائد حتى الآن إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها مع أفاق نمو واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني خلال 2021 والكلام هنا لوزير الاقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون وفي الرسل اليومي للوضع الوبائي 281 إصابة شديدة أكدتها التحليل المخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 892 حالة شفاء و12 حالة وفاة وبدءا من التاسع من مساء يومه الثلاثة ولأسبوعين إضافيا تم تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها في بلادنا في الثالث عشر من يناير الماضي والقرار الصادر عن الحكومة يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد الدولي بظهور سلالات جديدة في بعض الدولي المجاورة والسلالات الجديدة تربق الحياة في القارة العجوز نسخ متحورة تنتشر بسرعة كبيرة في بلدان الاتحاد الأوروبي ما أدى إلى تسريع حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-19 بعد إعلان مختبرات عدة زيادة كميات اللقاحات وقد وعد مختبر بيونتيك الألماني بتسليم الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه في الربع الثاني من السنة الحالية وفي مؤشر يدفع إلى التفاؤل خففت إيطاليا وبولندا خلافاً لجاراتها الأوروبية خففت من إجراءات مكافحة كوفيد-19 ملف بورما في مجلس الأمن الدولي يناقش المجلس يعقدوا صباح يومه الثلثة اجتماعاً طارئاً لتحديد موقف المجتمع الدولي من التطورات الأخيرة في ميانمار يونس رفيق حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتبر ما حصل في بورما وصمة عار في تاريخ البلاد والجيش البورمي فبعد تنفيذه للانقلاب العسكري بدون إراقة دماء قام الجيش البورمي باعتقال مستشارة الدولة التي تعتبر عملياً رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سوتي ووضعها رهن الإقامة الجبرية في منزلها في العاصمة ناي بياداو الجيش البورمي أعلن حالة طوارئ لمدة سنة واضعاً حداً لمرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات الزعيمة المدنية سوتي الحاصلة على نوبل للسلام رغم الانتصار الصاحق الذي حققته مع الرابط الوطني للديمقراطية في انتخابات العام الماضي إلا أنها كانت تخسر الدعم الغربي بشكل متسارع مع صمتها حيال وحشية الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة وهو صمت فسله البعض بأنه محاولة لعدم معادات الجيش لكن الجيش الذي يتقسم السلطة مع السوتي منذ عام 2015 من خلال سيطرته على ثلاث وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود لم يأبه لمعادلة توازن الحكم في بورما ليعلن عبر التلفزيون الرسمي خروج 24 وزيرا وتعيين 11 وزيرا جديدا فيما اكتفى بقطع الطرق ناشرا جنودا بأسلحتهم وآليات مدرعة حول البرلمان في العاصمة ناي بياداو وفيرانجون عاصمة بورما الاقتصادية سيطر العسكريون بصورة خاصة على مقر البلدية وقطع الطرق المؤدية إلى المطاري الدولي في الأثناء دع الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان الجيش البورمي إلى إعادة السلطة فورا متوعدا بفرض عقوبات على هذا البلد فيما يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا عبر تقنية الفيديو اليوم لمناقشة الوضع في ميانمار لدعوات المجتمع الدولي للتكلم بصوت واحد في إطار احترام إرادة الشعبي البورمي عاصفة شتوية قوية تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية ثلوج ورياح عاتية أربكت الحياة في نيويورك وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تؤدي العاصفة القوية إلى سقوط ثلوج يتراوح معدلها ما بين 31 و61 سنتيمترا توقعات تعيد أدهان ساكنة نيويورك إلى ما وقع في نيويورك قبل خمسة أعوام عندما اكتسحت عاصفة ثلجية قياسية المدينة الأكتر اكتضاضا بالسكان في أمريكا وتتابعنا في الشق الثاني من الظهيرة في ثاني فبراير اليوم العالمي للمناطق الرتبة نظم بيئية أساسية لتوازن الكوكب توفر المياه العذبة والمأوى لأربعين في المئة من أنواع الكائنات الموجودة على الكوكب كتب لتشجيع القراءة في صفوف التلاميذ مبادرة لتقريب الصغار من خير جلوسة في الخبر الاقتصادي بلغ الحجم الإجمالي لحركة رواج التجاري على مستوى الموانئ بلغ أكثر من 92 مليون ونصف المليون طن حتى ما تم عام 2020 حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1% مقارنة مع السنة الفاردة واليوم هو الثاني من فبراير اليوم العالمي للمناطق الرتبة نظم بيئية أساسية لتوازن الكوكب توفر المياه العذبة وتوفر أيضا المأوى لأربعين في المئة من أنواع الكائنات الموجودة على الكوكب ما يفسر الاهتمام الكبير المولى بالمناطق الرتبة في ظاهرة نزور محمية العيلة وأيضا وادي السقية الحمراء ضمن لائحة رامسار للمناطق الرتبة الروبرتاج ليوسف ويشو وزهير ينان نتابع إلى وادي السقية الحمراء على أطراف مدينة العيون كانت وجهة مجموعة من الثلاميذ وعدد من نشاطاء البيئيين إلى هذا الموقع الذي تم تصنيفه عام 2019 كمنطقة رتبة والذي يمتد على مساعة تفوق 9500 هكتار تعرفنا اليوم على السقية الحمراء هي منطقة رتبة ولها دور جد مهم في البيئة ويجب علينا الحفاظ عليه من التلوث ترسيخ مبادئ التربية البيئية الجمعية الكوكب الأخضر للبيئة والتنمية المستدامة شاركة فالي التظاهر بمناسبة للمناطق الرتبة بأهمية تحسيس وتوعية التلاميذ بأهمية المحافظة على هذا الموروث البيئي لما له من أهمية إيكولوجية تتوافر جهة على منطقتين رتبتين أقدمها بحيرة العيلة التي ولجت قائمة رمصان للمناطق الرتبة عام 1980 وتتميز بغنى تنوعها البيولوجي فهي تمتد على ملجر حيوي يمتد على مسافة 3500 هكتار مما يضفي عليها أهمية بالغة فهي تعتد مكان وملجأ للطيور المهاجرة والمستوطنة إذ نحصي الزياد من 20 ألف نوع 20 ألف من الطيور السنويا لائحة المناطق الرتبة تعززت بإضافة 12 موقعا جديدا هذه السنة ليرتفع إجماليه المناطق الرتبة بالمملكة إلى 38 موقعا في زمن الوباء يعاني قطاع المكتبات وبيع المنشورات الورقية من تداعيات الجائحة ولتكسير هذا المعطى مبادرة للمعهد الفرنسي في مراكش تستهدف الأطفال لحسن هبان عدنان صلاني في ظل زمان وباء كورونا نتوجد هنا داخل مكتبة وسط حي جليز بمراكش تبنت مبادرة مع المعهد الفرنسي بالمدينة الحمراء لتعطي رزمات من الكتب لعدد من جمعيات المجتمع المدني في مراكش ونواحيها لتمنح مساحة أكبر للمعرفة لتلمذي هذه الجمعيات والمدارس المستفيدة لإحياء الكتاب والقراءة بالخصص أننا في العالم القراوي أو لشبه حضاري نعاني من فقدان الكتاب داخل المكتبة وربما ستكون خطوة لإعادة أو لاسترجاع الكتابة وقراءة داخل التانوية التي توجد في مناطق بعيدة أو خارج مراكش الهدف الأساسي والأول والأخير هو تشجيع الناشئة والشباب على القراءة يعني أن نعود إلى ماضينا وأن نرجع الهيبة إلى هذه اللغة وأن ننقذها كما قال حافظ إبراهيم ساعدنا من أجل اقتناء عدد من الكتب التي اخترناها لمساعدة جمعيات الأبى وأولياء التلاميذ والجمعيات التي ترعى الطفولة في وضعية صعبة مبادرة معرفية ثقافية فريدة من نوعها توفر عددا من الكتب لإعادة الروح إلى القراءة خاصة في عصر التكنولوجيا الفكرة تقوم على تزويد المكتبات التي وقع عليها اختيارنا للنسيج الجمعوي بالكتب في هذه المنطقة لتشجيع القراءة عشرة جمعيات مختلفة استفادت من هذه الكتب لتنمية قدرات التلاميذ وتطوير ذوقهم وستشمل هذه المبادرة كذلك كلا من مدينة أجدير وطنجة امتدادات الطوارئ الصحية أو تداعيات الطوارئ الصحية تطال أيضا نشاط القاعات الرياضية مغلقة في بعض المدن كالدار البيضاء مثلا مفتوحة حينا مغلقة حينا آخر في مدن أخرى قرار الإغلاق طبعا من عدمه يرتبط بالوضع الوبائي في كل مدينة قطاع تأثر بسبب تدني المداخل والنموذج من الدار البيضاء يكتفي المدرب عبد الكريم بحصص عن بعد فائدته بعد زبناء القاع الرياضي التي يشتغل بها معدة رياضية يطالها الإهمال بعد تقريبا سنة عن الإغلاق رغم محاولات صاحب هذه القاعة تجهيزها بكل ما تحتاجه الإجراءات الاحترازية المفروضة اليوم سنحلو الناس اللي مخلصين أشغا نديرو معاهم واش غا ديرو كيبيرو ليوم داك العام ولا شغا نديرو بالنسبة للمونيتور تاو ما اللي يكون في العون ربعين واحد اللي كيشتغل عدنا كلهم قالسين هزينا يدينا قلنا ليوم لا حول ولا قوة إلا بالله البطل العالمي عزيز صالحي اضطر الاستعداد للمتقايات القادمة في الفضاء العام شأنه في ذلك شأن الكثير من الرياضيين في ذل إغلاق النوادي الرياضية وضع يراه لا يساعد على التفوق يكن وجود ان شاء الله الحادات اللي سيكون في القرقارة هانا كان بريبار وكن بريبار وكن بريبار وكن بريبار وكن لقو إشكال كبير ما كان لقوش الحاجية لدينا دي لسا براي المتاني باش كاتريني هاتش كاتريني بحلها وانو مكين وانو مسألة عادية أنا كانت منها من الناس يراعي ويحلنوا لنقلدي احنا مش ضد الفعل دي لهذا الشي مش ضد الناس على هذا الوابع احنا معاهم الساعة الرابعة موعد حسة الترويض بالمنزل الحل اللجأت له هذه السيدة لتعويض حسة الرياضة التي تساعد على التغلب على آلام ركبة التي تعاني منها كل من قطعت عن مزولة الرياضة من كليش نحبس على الرياضة الرجلية وعلى الدديالي لابد دخس الوحدي دي الرياضة مش ضده مش ضده مطريش نديره فالتر عندي أدوميسيل ديجا كنت كان دي الدوميسيل ممع هاد الكوفيت والجائحة كاملا ولا لتو دي الدوميسيل ولا تالع لاف الاسانتي لاف الاسبور لاف أي حاجة وصالون دي افكي كيسان امبورتان هذا ويشكل قطاع القاعة الرياضة قطاعا حيويا فهو يوم شغل ليادي العاملة ومساهم في الصحة العامة البدنية منها والنفسها التي بذأت بوادر غيابها تظهر على الكثير من المواطنين صحيا ودهنيا من محترف لإحدى مهن سيرك إلى واجهين من الوجوه المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي لقب سوينغا والاسم مصطفى إفكاك مرحبا بك مرحبا الله يبارك فيك أنا بعد الاسم دي سوينغا خسنين فهمو سوينغا هي واحد موف موف سيرك تبنيته كواحد الاسم فني لكي يجب أن يعرف منه لأنه مختلف من سيرك المشهد آخر مواقع التواصل اليوم سوينغا لديه واحد جمهور يتابعوا محتوى جيد جدا الحمد لله كيف من سيرك الصانع محتوى؟ أنت تقول أنا صانع محتوى؟ وفي حقيقة هو نفس الشيء أنا دومين دي سيرك ودومين فني اللي كان عبر فيه واحد الحاجة احتياج عندي واحد حتياج للتعبير كنت كنت تقول في السيرك نفس الحتياج كان عندي فعبرت عندي بالصورة فما كان شتيشت بورخورة اللي اقدر نشار فيها سوى انترنت وانترنت هي واحد الحاجة مليحة للتعبير والأمور سنتين بديت قديم في 2012 وكان أول محتوى لديه مزيان هو 2015 2015 بديت بأجي نفهم أجي نفهم؟ كيف أجي نفهم؟ كيف ولدت الفكرة أصلا بأي هدف؟ أولا ما كان عندي ميت دار ذاك الوقت اللي صوت فيها اجي تفهم ثانيا الوقت اللي انترنت ملقيت واحد محتوى اللي كي يشرح بالدارجة ذاك المعلومات اللي كنتانية بغيت نفهم ذاك الساعة كانوا مواضيع طار حراسة بواحد الالحاح وكان المشكيل دي لانه انترنت في حرية التعبير اكتر فانا حاول نستغل ذاك حرية التعبير بطريقة بطريقة مريغلة الدارجة وحاولت نعبر لديك شيء كميك تكت احتياج للتعبير فكانت ذاك البداية وبنادم عجبوا الحال ليوم مش هكت المتابعين دي سوينغا وعلى حسب الريزول السوسيومات اللي دويني على فيسبوك رأى ازيد مليون وستميع اللي زابوني يوتيوب 800 الف تقريبا 500 الف انستغرام 800 الف هاد الارقم دي المتابعين ماشي كتوضع عليك واحد مسؤولية كبيرة لانه اليوم سوينغا معروف صفوف الناس اللي كتدخل الوسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية دي لك اكبر لانه دائما كين واحد اليوم اللي بغينا نقوله انه ماشي كل ما يبث فهو قابل للبث صحيح لانه احيان كيكون ذاك شي محتوى نقدر نقوله انه بين قوسين محتوى غير لائق ولكن انت مشيت تشغل في الجانب الإيجابي هنه مسؤولية كترها عليك صحيح انا فهذا مسؤولية مشكلة كتواجحة تتاكل كل عصاف طريق ما انت كتتلات ميسسير كتغلط اغلاط وكانت اقرأت لا تستطيع عبرك في مكتي مع صحابك مع جمهور بهذا الشكل مثلاً مع صحابك تدوبوا بطريقة تبدلت تماماً عندك يكون عندك جمهور فعلاً تكون عندك مسؤولية لأنك تخيل أولادك يتفرجون فيك الناس لا تريد أن يحويج مع رأسك تقولهم رأك نضحك ولكن لا يكون شيء الناس يأخذون من نظرة لك يعني النظرة مختلفة تماماً وهذا الشيء يشكل عليه الضغط كل مرة نريد أن نفكر فهذا الشيء يكون في الـ mindset كنت تفكر أن تقوم بحاجة مقتنعة بها إيجابية وكتنتيقاً مع رأسك أن تتحقق بحاجة إيجابية يومياً نرى سوينغة في الـ mindset صحيح وعندك محتوى تقريباً بشكل أسبوعي أكيد هذا يتطلب منك أحد العمل لأنه مثلاً عرفت أنك مثلاً ستتكلم على هذا الأسبوع أو اليوم أعتقد اليوم إن شاء الله على عسر القراءة وماذا تستعين بأخصائي لأن المحتوى يسمعون الناس صحيح صحيح هذا هو المبدأ اللي كنت دائماً عند الأخصائيين كيكون عندي منطلق كنواجه واحد مشكل إكس شخصي أولى عام الناس كيواجهوه وتنحاول نتواصل مع الأخصائيين باش نفهم المشكل ونشرحوا للناس كيفما أنا فهمتوا بذيك الطريقة البسادة كنت نحاول نرسل كتشتغل بوحدك لأنه لا 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 يعني مثلاً راه محتوى غد ينزل يعني واش كتشتغل بوحديتك أم أنتم معنا لا لا نحن فارق نحن فارق كبيرة تقريباً ش تلاتين واحد نحن اللي خدامين على المحتوى وغير أنا اللي كنبان واللي كنرى إكيب كبيرة وكل موضوع مثلاً فأجيش فهم إكيب دائماً تكون مختلفة تماماً على الموضوع آخر كتكون مختصين باحثين مختصين في ذلك الدومين هم اللي كي يتشاركوا معنا كنت ندير بوست فيسبوك وتقولوا مرحبا حنا نعاونوكم في ذلك وقدمشوا قبلنا وحنا في الأخبار كنشوفك أنه كتصور يعني نصور هل أنت مرتبطة بذلك المسألة؟ ماشي بذلك لا ماشي بذلك أنا شخصياً وعيت لهذه القادية كنت وحد الوقت هكذا لدرجة أنه كتكون عندك واحد إدمان رقمي فحاولت نخدم على رأسي باش نهرب من هذا الإدمان الرقمي واعتبرته في دماغي أنه عبارة عن خدمة فقط في الجانب المهني لأنه ممكن حاولت تشارك حياتي خاصة بذلك تشارك مع ناعر تشارك رياضة لأنه تبارك الله الكيلومترات يومياً لماذا؟ لأنه مع كورونا كتشف أنه صعب جداً أنك بهذه الوسائل لأنه لا يمكن أن تدرك لهذا خاص واحد يعمل على رقمه إذا تريني شي جيداً سيكون جيداً سيكون جيداً من الأحسن أن يتريني؟ من الأحسن أن يتريني شكراً لك مصطفى فكاك الملقب سوينغا شكراً لك وموفق في القادم إن شاء الله نساء الله من صناعة المحتوى نساء الله شكراً في الختام نذكر من بين أبرد ما جاء في نشرة الظهيرة تلقيح المسنين كيف تتم العملية في القرى تابعنا ضمن روبرتاجات ظهيرة روبرتاج من أطراف ابني ملال ومن البيضاء تابعنا وحدة طبية متنقلة تقل من تعذر عليهم التنقل إلى محطات التلقيح والتلقيح ضد كوبيت 19 عملية جماعية في يومها الرابع كيف تنضي بأي إقاع مخاوف ما قبل الجرع الأولى بددتها صورة جلالة الملك محمد السادس وهو يتلقى الحقن الأولى قبل كل المغاربة إقبال المغاربة تابعنا في نبض المجتمع مع سعاد زيترافية وضمن روبرتاجات ظهيرة أيضاً قاعات الرياضة قرار الإغلاق من عدمه يرتبط بالوضع الوبائي بكل مدينة تابعنا النموذج من الدار البيضاء قاعات الرياضة مغلقة إلى حين بتاع الداعيات تحدث عنها أصحاب القطاع من محترف لإحدى ميهن السيرك إلى وجه من الوضوح المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي لقب سوينغا والاسم مصطفى الفكاك يقول أنا صانع محتوى والبداية كانت بأجي تفهم ضيفنا في ركن الظهيرة كان اليوم مصطفى الفكاك سوينغا لهذا نكون قد وصلنا إلى ختم عرض الظهيرة للإخبار يمكنكم أن تتفضلوا بالولوج إلى موقع القناة وتطبيق القناة ميدوزام لمزيد من الأخبار النشرة القادمة أمازيغيا في الثامنة وربع مساء أنا فوسواغ الليلة مع إحسان بنبل والمسائية في التاسعة والربع ليلا مع زكريا أيت عبد المجيد إلى الغد بإذن الله موسيقى موسيقى